أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اللواعي دروس الزبيدي أن الميليشيات الحوثية ستظل حجر وحثر أمام جهود إحلال السلام في البلاد بتعنتها واستمرار خروقتها وتملصها عن الوفاء بالتزامتها جاء ذلك خلال اللقاء بمقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض سفيرة مملكة السويد لدى السعودية وعمان واليمن بيترامي نادر حيث ناقش اللقاء الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة والمجتمعين الإقليمي والدولي لتمديد الهدنة الأممية وأكد دعم مجلس القيادة الرئاسية وحكومة المناصفة لتمكينها من القيام بالمهام المناطة بهما في ترسيق الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة وأكد انعاش الاقتصاد المنهار وأشار الزبيدي لأن مجلس القيادة الرئاسية سيتعاطى مع جهود تمديد الهدنة بشكل إيجابي تقديرا للوضع الإنساني في الوقت الذي ستظل كل الخيارات مفتوحة أمام المجلس للدفاع عن المناطق المحررة وحماية أمنها واستقرارها